من جانبه اعتبر محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية خلال مشاركته في برنامج مورة الحدث أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل أكبر تهديد للأمن الأوروبي والأطلسي منذ عقد أولا هذه الرسائل متمثلة إلى بلدمير بوتين بأن لابد من الدعم الكبير إلى الجانب الأوكراني بكل ما أوتي من قوة وأنا متوقف أو أنا واقف أمام الروسيا وأن الحرب الآن الكونية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجانب الصيني ضد الجانب الصيني وضد الجانب الروسي في هذا التوقيت إذا ذكرنا أستاذ الكريم هذه الأرقام الكبيرة التي تحمل في طياتها كل المؤشرات بأن بالفعل هذه الحرب سوف تستمر إلى أعوام وأعوام يعني نهيك عن أكثر من 27 مليار دولار من قبل جون بايض وحده ومن قبل الكونجرس 40 مليار دولار في العام الماضي نهيك عن السواريخ ونهيك عن الأدوات العسكرية أستاذ الكريم وآخرها بداية في عام 2023 بأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على مساعدة أوكرانيا بما يزيد عن مليار و725 مليون دولار هذه حجم المساعدات الأمريكية إلى الجانب الأوكراني هذه الرسالة الأولى أما الرسالة الثانية إلى دول حلف الناتو هذه حرب كونية أكون أو لا أكون وهذا تهديد فعلي إلى دول حلف الناتو وشهدنا المساعدات الكبيرة والممر من قبل الدول الجوار وخاصة بولندا الممر الرئيسي بخصوص المساعدات العسكرية من قبل دول الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية هذه الرسالة الثانية أما الرسالة الثالثة والأخيرة وأختم بها بأن نحن متواجدين مع كازلنسكي ومع معظم القادة العسكريين على الأراضي الأوكرانية وكما شهدنا أيضا الزيارة التي تلتها أو قبل هذه الزيارة الزيلنسكي وأنا أتذكر زيارة الزيلنسكي الذي تمت في العام الماضي بالقائدة شرشيل في عام 1969 آنذاك